السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي لكل شرفاء داخل الجزائر وخارجهات تحيتي لكل أحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات كنت منذ قليل درت تسجيل بالصوت وبالصورة ولكن للأسف الشديد هو أنه لما جيت باش نشوف التسجيل لقيت الصورة رديئة وبالتالي سأكتفي بهذا التسجيل وأتمنى هو أنه يعني الإعجاب بتاعكم المهم للرسالة توصل هذا هو الهدف من خلال هذا التسجيل الحقيقة هو أنه نتابع في الموضوع هذا تابع الباكالوريا في الجزائر وتحركات تابع بعض الجنرالات والأذيال تاهم كائن منهم اللي راهوا على باله راهوا يخدم معهم وكائن اللي راهوا يستعملوا فيه بلما على باله بداية هو أنه نتحدث في الموضوع هذا نتاع الباكالوريا والأمر هو مرتبط بالتحرك انتاع الجنرالات هذا القضية انتاع الباكالوريا هذه بطبيعة الحالة هذا التسريب انتاع الأسئلة والأجوبة هو موش حاجة جديدة بالنسبة للجزائريين سيما هو أنه منكم اللي راهوا عاش في التسعينات وشاف الفضيحة هذهك بالقوسين اللي دروها الدكتور علي بن محمد إذن في المسألة هذه انتاع التسريب هي ليست حاجة جديدة نفس العصابة اللي سربت الأسئلة انتاع الباكالوريا من أجل استهداف علي بن محمد ومن معه هي نفسها اليوم راه تستعمل في هذه المسألة ليست ضد بن غبريت كما يتواهم البعث وإنما الهدف انتاعها هي خلق جو مشحون في الجزائر حتى يعمل غضب في أرجاء الوطن وفيما بعد هذه العصابة راه تتحرك في الخارج من خلال الإعلاميين اللي راه يسندوا فيها ومن خلال المغفلين اللي راه أيضا راه يديروا في حملة هما في بالهم باللي راه ينهبطوا هذه الوزيرة من تعب بن غبريت ولكن هما راه يختموا في هذه العصابة سواء كانوا إسلاميين أو كانوا من الوطنيين من الوطنيين إلى غير ذلك المهم هو ما راعم يختموا فيها شكون هو اللي يقدر يسرب الأجهزة كالوريا شكون هذا الناس اللي راه مدرك هما ينشروا في هذه الأسئلة وراهم ينشروا في هذه الأجوبة هذو ناس محميين واحد ما يقدر يلحق لهم ربما بعض المغفلين هكذا اللي هما تلحق لهم الأسئلة فيما بعد ينشرها والله ربما هذو ناس يحكموهم عن طريقة قال مثلا نميرون تال الابي والله من خلال الفورنيسور تال الانترنت والله يقدرهم يتابعوا المواقع اللي راه يزور فيها وإلى غير ذلك يقدروا يوصلوا له لكن المسربين الحقيقيين انتاع الامتحانات هذو ميلعقوش لهم هذو ربما محميين ربما في الكازارنات واحد ما يقدر يدور بهم واحد ما يقدر يدور استعمل المسألة هي من أجل تهيئة الأوضاع وتهيئة الظروف لتعيين خليفة جديد إذن هذا الناس اللي ربما تحركوا هما في هذا الوقت بالذات ما تحركوش غير هكذا كبرك هذا جنرال تواتي ونزار وهذه التسجيلات اللي راه كل يوم تظهر وشي حوسوا؟ حوسوا على انقلاب كيف ما داروا الانقلاب في 92 نفس هذه انتاع لجنة إنقاذ الجزائر هما نفسهم الآن راه عندهم عنوان واحد أخر بدلوا الماكياش وبدلوا اللوك هذا مكان لكن هما راهما ما زلوا يخدموا في هذه العصابة كاين اللي راهوا على باله وراهوا ماشي معهم وكاين اللي راهما يستعملوا في الصريحات انتاعه ويستعملوا في الموقف انتاعه من أجل خدمة هذه العصابة في المسألة هي واضحة لا نقاط على س BL ولكنني من الناس اللي هما يطالبوا ماش تنحيت بن غبريط من أن تنحيت بن غبريط مهمش كيف مع الناس اللي هما يعود كما يطالبون بيتنحيات بن غبريط وديرين الصحبة مع سلال ودارين الصحبة مع ابود فليقة ودارين الصحبة مع الجنراليات إذا تكنست هذه العصابة تروح كامل مع بعضها البعض هذا هو الشيء اللي حاوزوا عليه ولكن ما يجيش أنا واحد يستغلني والله يستغلت صاريحات انتاعي ويروح يخدم بها جهة معينة والله يجي يستغفلني أنا يستعمل لي هذا الضوان تعبن غبريط يعني التربية كي كانت في بن بوزيد ما تحركتوش ودرك الان هذا ونفقتو لما كان بن بوزيد هو يدمر في المنظومة التربوية ما فقتوش بها هذا وين درك فقتو لأنه بن غبريط الان رهجات تلقاتها خلاص هذا الجنرالات اللي يتحركوهما درك الان اولا هذا المسألة هذه انتاع الجنرالات هذه لازم يوضع لها حد ومش غير فقط الجنرالات كل الناس اللي يراهم كانوا هما من تسبين للمؤسسة انتاع الجيش ورغم الان يتحدثوا في الشأن السياسي هذا الناس لازم يوضع لهم حد ربما من ضعف النفوس وربما يشوف اللي انا راني انتحدث مع شوشان والله في وقت سابق استضفت حاسين والله كذا يقول لك باللي ما لن ترك تعني في هذوك الناس هاذو حاسين وشوشان هذ الناس ما ما تحركوش الان في 2016 ورام يحكيه ورام يحلو هذ الناس رام التوخذوا موقف اه يعني عنده اكثر من عشر سنين قبل ما يجي هذا بوتفليقاء وقبل ما يجي هذا القانون ما يسمى بالمصالحة لكن هذو اللي الان له كرام يتحدثوا في الشأن الجزائري وقتش ظهروا وقتش بدهوا ما يتحدثوا هذو اللي راهوا كل يوم يطلع عنا جنرال ويطلع عنا كل يوم عقيد ويطلع عنا كل يوم كابران صار الان واحد جنرال خابير في الشونجوم وجنرال في الشيخشوخة صاروا الان خبراء وصاروا محللين وقتلان يغتصف في الحرائر ويغتصف في الرجال الان صاروا دورك محليلين سياسيين إذن الأمر مختلف تماما أنا نتحدث في هذه المسألة من أجل الوطن من أجل مصلحة نتعلى البلاد لأنه هذو الناس هذو اللي الآن راهم ظهروا هذو راهم حبين يقسم المؤسسة نتعلى الجيش وإذا راحت تنقسم المؤسسة نتعلى الجيش خلاص راحت لبلاد وهذا الكلام ما نيش نقول فيه الآن هذا أولا راني كتبته في الكتاب نتعلى المصالحة اللي اصدر في 2014 راه اصدر في الكتاب نتعلى المصالحة في سنة 2014 بشي حاجة جديدة يمنعون نهائيا من السياسة يمنعون نهائيا في وسائل الإعلام ويمنعون نهائيا من الترشح لا في البلدية ولا في الولاية ولا في البرلمان ولا في الرئاسة ومش غير فقط لهذا الجيش الناس اللي راهم درك في الحماية المدنية الناس اللي راهم هما في الجمارك الناس اللي راهم هما في الشرطة إلى غير ذلك هذا الناس كلهم الغابات كل الناس اللي راهم عندهم هما في العسكري العسكري والله في العسكري والله را عندهم علاقات بيه هذو لازم يمنعون من عمبات من السياسة ومن تدول في وسائل الإعلام لأنه هذو راهم صاروا خطر على البلاد كل جنرال راهم يدعي في القوم نتاعه كل واحد راهم كل ضابط راهم يدعي في صحابه وين مددين البلاد مدهين هذا الحرق هذا ايه كل واحد يشبدي الجهته المؤسسة انتاع الجيش اللي حب يدير كاريير وراه يعاجبه الجيش يدير كارير فيه حاب يدير سياسه اروح دير السياسه كيفاش كاريير تاع كامل درته في الجيش وذرق الان جاي حابة لعبه هلي دبلوماسي وحابة لعبه هلي سياسي وحابة لعبه لهج وين رايحين وين راكم مددين البلاد خلاص وهذا الأمر راه مرتبط ببعض والبعض هذا الناس من نفسهم المجموعات هذه الضباط هذه المختلفة نفسهم هم اللي راه ميخلطوا في المرميطة نفسهم هم اللي راه ميحوزوا على الخراب نتاع البلد لأنه هذا والفوا بالدماء والفوا بالشرب نتاع الدماء إذن أطلب من كل إخوة والأخوات هو أن تنتبهوا لهذه المسألة خاصة من الشباب الجزائري اللي ربما ما عندهمش ثقافة ما عندهمش إلمان بهذه المواضيع لازمكم تأخذوه للحذر انتاعكم شي قال واحد راه وجينيرال في البلاد تتكلم عليه قال هذاك هو مليح وواحد راه هو مع البليشنا برا في الخارج قال هذاك عميل وهذاك خائن لازمكم تأخذوه هذه الأمور تأخذوها بعين الحسبان هذا وراهم وراهم عصب وراهم متناطحين وراهم الضربين مع بعضهم البعض ويحوسوا يديوا شعب الشعب يديرين وراه هنا كل مرة يستعملوه لازمكم تفيقوا المسألة ما لازمش يبقوهما ذلك كل مرة يستعملوا موضوع معين أو يستعملوا قضية معينة بلوكات مختلفة ماكياج مختلف كل مرة يستعملوا هذه المسألة من أجل وصول الأغراض انتهم ما لازمش يركبوكم ما لازمش يستعملوكم على جل باشهما يوصلوا عن طريقكم حوسوا على حل جذري حل نهائي للأزمة الجزائرية مشي تروح عصابة وجيع عصابة واحد أخرى وهذا المسألة لازم تولي في الدستور ولازم تولي في القوانين هذول الناس اللي رحمدوك من تمين للجيش ونقول بلي الكلام هذا راني ما قلتوش الآن راه مكتوب في الكتاب نتعى المصالحة تحديدا في الباب وين أنه تحدث عن الانتخابات تغيير عن طريق الانتخابات يستطيع كل واحد يشوفه مشي حاجة جديدة بالإفاءة للتسجيلات راه عنا سنوات وحنا نتحدث في هذا الموضوع ولازمكم تفرقوا بين الناس اللي هما خرجوا خرجوا من الجيش اللي ظروف واحد سجنوه واحد عذبوه واحد كذا وطردوه من الجيش واحد طردوه بسبب المخدرات أو طردوه باسم من يشعرف كذا ويجي هو يلعبها لي باللي يجيش وظابط ومن يشعرف أو واحد اللي هو خرج بالإرادة نتعوه فرق فرق كبير إذن هذه المسألة لازم تتوضح لكم ممليح وما لازمش تغتروا بالتصريحات انتا زيد ولا عمر كلهم رام يحوسوا على جلبه ويبركوا على هذا الشعب تحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر